السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سأقوم بشرح قاعدة الكتابة وهي تنوين الفتح أو تنوين النصب طبعا شرحنا سابقا ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين طبعا التنوين هو يلفظ في الاسم نونا ساكنة ولا يكتب نونا ويمكن الاستغناء عنه طبعا بالنسبة للتنوين نلفظه وكأنه نون ولكن بنكتبه تنوين احنا ما بنكتبه نون ويمكن الاستغناء عنه وأيضا تذكرنا أو قلنا سابقا أن النون الساكنة هي تكتب أو بنلفظها نون وتكتب نون ولا يمكن الاستغناء عنها طبعا بالنسبة للنون الساكنة نلفظها نون والتنوين أيضا نقوم بلفظه نون ولكن كيف نميز بين النون الساكنة والتنوين قلنا بطريقة هي من خلال أن نقوم بتجربة حذف لفظة النون يعني مثلا عندما أقول مثلا مدرسة أو مدرسة إذا قمت مثلا بحذف لفظة النون ماذا تصبح مدرسة بنلاحظ هون لما حذفت لفظة النون ما اختل المعنى أو ما خربت الكلمة إذن هاي بتكون تنوين ليش؟ لأنه أنا يمكن أو بستطيع أني أستغني عنه طيب أما بالنسبة للنون مثلا في عندي ليمون لو حاولت إني أحدف لفظة النون شو رح تصير عندي ليمو معناتهم بنلاحظ أنه الكلمة اختلت أو الكلمة خربت فبالتالي إذا الكلمة خربت اعرفوا أنه هاي الكلمة تحتوي على حرف النون وليس التنوين طبعا النون بكتبها عادي حرف النون إحنا متعودين عليه أما التنوين بكتبه تنوين طبعا إحنا بنعرف أنه التنوين يمكن طبعا أنا بلفظ نون ولكني ما بكتبه نون بكتبه تنوين وبستطيع الاستغناء عنه إذن الطريقة حتى أميز النون عن التنوين من خلال محاولة حذف لفظة النون يعني مثلا كما قلنا سابقا في مدرسة أو مدرسة أو مدرسة لو حاولت أحذف لفظة النون شو رح يصير عندي مدرسة ما رح تختل الكلمة إذن إذا ما خربت أو ما اختلت الكلمة معناته هي بتحتوي على تنوين أو فرضا لو إجيت على ليمون حاولت أحذف لفظة النون رح تصير ليمو خربت واختلت الكلمة معناته هي الكلمة بتحتوي على حرف النون مش على التنوين طبعا أنواع التنوين لدينا تنوين الفتح ولدينا أيضا تنوين الكسر ولدينا أيضا تنوين الضم ولكن اليوم سوف نتحدث عن تنوين النصب أو ممكن أن نسميه بتنوين الفتح طبعا ما هي طريقة كتابته طبعا كما نعلم أن التنوين هو فقط بكون لا الأسماء شرحنا سابقا طريقة التمييز بين الاسم والفعل والحرف أو وضحت سابقا أقسام الكلام الاسم والفعل والحرف وقلنا أنه من طرق اللي بميز فيها الاسم عن الفعل أنه الاسم بيقبل التنوين طبعا الفعل لا يقبل التنوين الفعل ماذا؟ الفعل لا يقبل التنوين إذن دائما هي التنوين بتكون فقط لا الأسماء إذن التنوين هي بتكون ماذا؟ هي بتكون فقط لا الأسماء طبعا إذا كانت عندي الكلمة أو إذا كان عندي الاسم ينتهي بتاء مربوطة هذا هو شكل التاء المربوطة يأما بتكون بهذا الشكل يأما بتكون بهذا الشكل إذا انتهت عندي الكلمة أو انتهى الاسم بتاء مربوطة مباشرة نقوم بوضع التنوين على التاء مباشرة إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة يكتب التنوين على التاء مباشرة فلا تلحقها ألف إذن مثلا عندي مثل كلمة هون مدرسة أو مثل عندي الاسم ماذا اسم مدرسة بنلاحظ أنه هون بنتهي بالتاء المربوطة مباشرة عندما أقوم بوضع تنوين الفتح أو تنوين النصب نضعه على التاء مباشرة لا نقوم بإحضار مثلا ألف إذن لا نقوم بإحضار ألف إذن مباشرة إذا الكلمة تنتهي بتاء مربوطة نقوم بوضع التنوين على التاء مباشرة كما هو موضح أمامكم يعني هاي حرف التاء الموضح أمامكم باللون الأصفر أما بالنسبة لا جامعة بنلاحظ هنا أن جامعة هي تنتهي بتاء مربوطة إذن جامعة تنتهي بتاء ماذا بتاء مربوطة إذن مباشرة نقوم بوضع التنوين على التاء كما هو موضح أمامكم تكتب بهذا الشكل إذن وأيضا ممكن أن نقول مثلا كلمات شجرة عندما نقوم بوضع التنوين على هذه الكلمة نلاحظ أن شجرة هي تنتهي بتاء مربوطة فنقول شجرة مباشرة نضع التنوين على التاء مباشرة إذن مباشرة نقوم بوضع التنوين على ماذا؟ على التاء مباشرة نقوم بوضع التنوين على التاء مباشرة إذن إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة مباشرة نقوم بوضع تنوين الفتح أو تنوين النصب على التاء مباشرة طيب لدينا أيضا معلومة أخرى أنه إذا كان الإسم مختوما بهمزة الإسم منتهي بهمزة وكانت هذه الهمزة مسبوقة بألف نكتب مباشرة التنوين على الهمزة فلا تلحقها ألف التنوين لدينا هنا ماذا؟ لدينا شرطان الشرط الأول أن تكون الهمزة أن تأتي أو تكون الهمزة مسبوقة بألف إذا كانت الهمزة مسبوقة بألف مباشرة نقوم بكتابة التنوين على الهمزة إذن نكتب مباشرة التنوين على الهمزة كما هو موضح أمامكم مثل ماء نلاحظ هنا أن ماء إذا أردت أن أنوينها بتنوين الفتح أو بتنوين النصب نلاحظ أنها تنتهي بهمزة وهذه الهمزة مسبوقة بماذا مسبوقة بألف إذن نلاحظ أن هذه الهمزة مسبوقة بماذا مسبوقة بألف إذن مباشرة نقوم بوضع التنوين أين نقوم بوضع التنوين مباشرة نقوم بوضعه على الهمزة نأتي هنا إلى سماء نلاحظ هنا أن سماء هي عبارة أو تحتوي أو تنتهي بهمزة هذه الهمزة مسبوقة بألف إحنا حكينا مش طبعا مش أي كلمة تنتهي بهمزة مباشرة بحط التنوين على الهمزة لا أنا حكيت شرط أساسي حكينا هون شرط أساسي أنه الهمزة طبعا تكون مسبوقة بألف إذن شرط أساسي أنه تكون الهمزة مسبوقة بألف ففي هذه الحالة ماذا نفعل في هذه الحالة نضع التنوين على الهمزة إذن مباشرة نضع التنوين على الهمزة إذن هذه القاعدة تقول طبعا كما هو موضح أمامكم أن إذا كان الاسم أو الكلمة تنتهي بهمزة ومش أي همزة وشرط أساسي إنها تكون مسبوقة بماذا؟ شرط أساسي إنها تكون مسبوقة بألف مباشرة نضع التنوين على الهمزة يوجد لدينا أيضا قاعدة وهي إذا كان الإسم ينتهي بألف مقصورة طبعا كما وضحنا سابقا الألف المقصورة طبعا لها شكلان يا إما تكون قائمة كشكل الواحد أو كشكل العصة أو تكون على صورة يا أغير منقوطة كما هو موضح أمامكم إذن كما هو موضح أمامكم إذن كما هو موضح أمامكم إذن إذا كانت الكلمة تنتهي بألف مقصورة ماذا نقصد بالألف المقصورة؟ إذن ماذا نقصد بالألف المقصورة؟ الألف المقصورة يعني يا إما بتكون قائمة يا إما بتكون على صورة يا غير منقوطة طبعا إذا كان الاسم بنتهي بألف مقصورة مباشرة نقوم بكتابة التنوين على الحرف الذي يسبق الألف نكتب التنوين على الحرف الذي يسبق الألف مثلا نأتي هنا إلى فتا نلاحظ هنا أن كلمة فتا أو أن الاسم فتا بانتهي بألف مقصورة على صورة ياء غير منقوطة عند كتابة التنوين مباشرة نكتب التنوين على الحرف اللي قبل الألف وهنا عندنا الحرف القبل الألف نكتب تنوين الفتح أو تنوين النصب على الحرف الذي قبل ماذا؟ الألف فبنلاحظ هنا أن الحرف القبل الألف هو حرف ماذا؟ حرف التاء هنا هو حرف التاء فمباشرة نقوم بكتاب التنوين النصب أو تنوين الفتح على التاء كما هو موضح أمامكم طبعا عندي مثال آخر وهو عصى نلاحظ هنا أن كلمة عصى تنتهي أو هذا الاسم ينتهي بماذا؟ ينتهي بألف مالها بألف مقصورة طبعا انتفقنا أن الألف المقصورة يا إما بتكون قائمة يا إما بتكون على صورة ماذا؟ يا غير منقوطة يا إما قائمة يا إما على صورة يا غير منقوطة طبعا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نكتب التنوين على الحرف الذي قبل الألف طبعا عصى الحرف القبل الألف وهو حرف الصاد فنضع التنوين الفتح أو تنوين النصب على حرف الصاد كما هو موضح أمامكم كما هو موضح أمامكم إذن إذا كانت الكلمة تنتهي بألف مقصورة سواء كانت قائمة أو على صورة يا غير منقوطة مباشرة ماذا نفعل بهذه الحالة؟ إذا انتهت الإسم بألف مقصورة مباشرة بنكتب التنوين على الحرف الذي يسبق الألف أو الحرف الذي قبل الألف طبعا لدينا أيضا قاعدة أخرى تقول إذا كان الإسم ينتهي بهمزة على ألف يعني إذا كان الإسم ينتهي بألف وهاي الألف فوقها همزة أو ممكن أن نقول إذا كان الإسم ينتهي بهمزة هذه الهمزة موجودة أو موضوعة على الألف فإنه بنكتب التنوين على الهمزة ولا تلحقها ألف تنوين النصب طبعا مثل عنا مبدأ نلاحظ هنا أن الإسم مبدأ أو كلمة مبدأ نلاحظ أنها تنتهي بألف وهاي الألف فوقها همزة إذن هذه الألف فوقها همزة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقوم بكتابة تنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة مباشرة على الهمزة مباشرة كما هو موضح أمامكم إذن إذا كان الإسم ينتهي بألف وهاي الألف فوقها همزة إذن ينتهي بألف وهاي الألف فوقها همزة مباشرة نكتب التنوين على الهمزة كما هو موضح أمامكم في كلمات مبدأ طبعا أما إذا كان مثلا طبعا إذا كانت كلمة لا تنتهي بتاء مربوطة ولا حتى تنتهي بهمزة مسبوقة بألف ولا تنتهي بألف مقصورة ولا تنتهي بألف فوقها همزة بطبعا إذا كانت ولا وحدة من هذول القواعد اللي إحنا حكناها في هذه الحالة لما نحط تنوين الفتح تلحق الأسماء ألف وتسمى هذه الألف تنوين النصب مثلا عندما نأتي هنا إلى الاسم أو إلى كلمة باب إذا أردت أن أنونها في تنوين النصب أو تنوين الفتح إذا أردت أن أنونها بتنوين النصب أو تنوين ماذا أو كما ممكن إحنا بنسميه تنوين نصب أو بنطلق عليه اسم تنوين الفتح فماذا نفعل في هذه الحالة نلاحظ هنا أن باب ما بنتهي بتاء مربوطة ولا بنتهي بهمزة مسبوقة بألف ولا بنتهي بألف مقصورة ولا حتى بنتهي بألف فوق همزة ففي هذه الحالة نقوم بماذا عن وضع تنوين الفتح فإن هذه الكلمة تلحقها ألف اللي هي بنسميها ألف تنوين النصب طبعا لدينا ملحوظة مهمة جدا أن تنوين النصب ما بكتبه على الألف بكتبه على الحرف الذي قبل الألف لدينا ملحوظة مهمة أن الألف أو يكتب تنوين النصب على الحرف الذي قبل الألف الألف كما قلنا يعني وضحنا سابقا أنها متكبرة لا تقبل أو لا ترضى أن نضع التنوين عليها إذن فهنا عندما نقوم بتنوين كلمة باب عندما نقوم بتنوين كلمة باب بتنوين الفتح أو تنوين النصب فإنها تلحقها ألف تسمى ألف تنوين النصب فأقوم بزيادة أو إضافة هذه الألف ولكن لا أضع التنوين على الألف نضع التنوين على الحرف الذي قبل الألف ليش؟ لأن الألف لا تقبل أن نضع عليها التنوين طبعا تكتب كما هي موضحة أمامكم مثلا عندنا كلمة هنا سهم نلاحظ أن سهم طبعا هذه الكلمة ما بتنتهي لابتا مربوطة ولا بتنتهي بهمزة مسبوقة بألف ولا بألف مقصورة ولا بتنتهي بألف فوقها همزة يعني القواعد الحكناها سابقا فمعناته بهاي الحالة لما بدي أنوين هذا الاسم رح تلحقه ألف تنوين النصب يعني رح أضيف له عصاي أو رح أضيف له ألف طبعا بتصير سهما طبعا كما اتفقنا أن الألف متكبرة لا تقبل أن نضع عليها التنوين فنقوم بوضع التنوين على الحرف الذي قبل الألف إذن الألف هي متكبرة لا تقبل أن نضع عليها ماذا التنوين لا تقبل أن نضع عليها التنوين فنقوم بوضع التنوين على الحرف أو نكتب تنوين النصب على الحرف الذي قبل الألف لهون عندنا حرف الميم كما هو موضح أمامكم ممكن أن نأخذ مثال آخر وهو كلمة مثلا لدينا هنا بيت طبعا نلاحظ هنا بيت عندما نقوم طبعا بتنوين كلمة بيت بتنوين النصب أو بتنوين الفتح هنا ممكن الطالب أن يقول أنها تنتهي بتاء ولكن وممكن يقول الطالب أن نضعها على التاء مباشرة ولكن هذا خطأ إحنا اتفقنا إذا كانت تنتهي الكلمة بتاء مربوطة إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة نضع التنوين على التاء مباشرة إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة نضع التنوين على التاء مباشرة ولكنها هاي تاء مفتوحة إحنا حكينا تاء مربوطة بنحطه على التاء مباشرة ولكن هاي تاء مفتوحة شو بنعمل بهاي الحالة؟ طبعا عندها تنوينها بتنوين الفتح بنضع لها ألف أو بنزيد لها ألف تنوين النصب أو تلحقها ألف تنوين النصب أو تنوين الفتح ونضع التنوين على الحرف اللي قبل الألف فتصبح أو تكتب بهذا الشكل بيتا كما هو موضح أمامكم أيضا لدينا مثلا ممكن أن نأخذ كلمة أخرى إذا الكلمة المتاهية بتاء مفتوحة إذا نوينت بتنوين الفتح بلحقها ألف تنوين النصب طبعا ممكن هنا أن نقول مثلا عندي جزء مثلا أو كلمة ضوء أو ضوء تمام طبعا هنا لو ركزنا في هذه الكلمة ممكن الطالب يحكي في هاي الحالة أنه هيها بتنتهي بهمزة وممكن يروح يحكي أنه أحط الهمزة أحط التنوين على الهمزة مباشرة لكن هذا خطأ هذا خطأ إحنا اتفقنا إذا كانت الكلمة تنتهي بهمزة مسبوقة بألف هون بهاي الحالة زي سماء وماء بحط التنوين على الهمزة مباشرة إحنا اتفقنا إذا كانت الهمزة إذن كان الاتفاق أنه إذا كانت الهمزة مسبوقة بألف نضع يعني عندي إيش هون لازم يتحقق الشرطان أنه الهمزة مسبوقة بألف بنحط التنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة ماذا؟ على الهمزة مباشرة نضع تنوين الفتح وسعيدها على الهمزة مباشرة ولكن هون عندي هاي الكلمة بتنتهي بهمزة ولكنها مش مسبوقة بألف معناته في هاي هون مسبوقة بوا ومعناته بتلحقها ألف تنوين النصب إذن بهاي الحالة بتلحقها ألف تنوين النصب يعني بنضيفلها ألف وبنحط التنوين على الحرف اللي قبل الألف فهي تكتب بهذا الشكل إذن تكتب بهذا الشكل كما هو أمامكم إذن إحنا اتفقنا إنه إذا كانت الكلمة تنتهي بهمزة مسبوقة بألف مباشرة نقوم بكتاب التنوين على الهمزة ولكن هون تنتهي بهمزة غير مسبوقة بألف هون مسبوقة يعني بحرف تاني غير الألف فمعناته بنجيب أو بنحضر ألف اللي هي ألف تنوين النصب أو تلحقها ألف تنوين النصب أو زي ما بنحكي بنحط لها عصاي وبنحط التنوين على الحرف اللي قبل الألف ليش؟ لأنه كما قلنا إنه الألف يكتب طبعا تنوين النصب على الحرف الذي قبل الألف كما وضحنا إنه الألف لا تقبل أن نضع عليها التنوين نضع التنوين على الحرف الذي قبلها إذن وضحنا إنه إذا كانت الكلمة تنتهي بتاء مربوطة نضع تنوين الفتح أو النصب على التاء مباشرة إذا كانت الكلمة تنتهي بهمزة مسبوقة بألف شرط إنها تكون مسبوقة بألف نضع التنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة مباشرة بهاي الحالة ما بتلحقها ألف تنوين النصب ما بجيب عصاي طيب إذا كانت الكلمة تنتهي أو الإسم بنتهي بألف مقصورة سواء كانت قائمة أو على صورة ياء غير منقوطة مباشرة بنكتب التنوين على الحرف الذي قبل الألف بهاي الحالة ما بنجيب عصاي إذا كان الكلمة أو الاسم بنتهي بألف فوقها همزة مباشرة نكتب تنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة مباشرة ما بنجيب عصاي أما في أي حالة غير هاي الحالات اللي أنا ذكرتها شو بنعمل؟ الكلمات بتلحقها ألف تنوين النصب إذن تلحقها ألف تنوين النصب ولا ننسى إنه إذا بعض الأسماء أو الكلمات لحقتها ألف يعني معظم الأسماء إذا لحقتها ألف تنوين نصب طبعا ألف تنوين نصب إذا لحقتها ألف تنوين نصب ما بنضع التنوين على الألف بل نضع التنوين على الحرف الذي قبل الألف لأن الألف لا تقبل أن نضع عليها التنوين